قليني أقول لحضرتك حاجة كمان أستاذ مصطفى جات في بالي كده وإحنا بنتكلم وهي فكرة أن احنا الحقيقة في 2022 كان عندنا من المشاريع القومية الكبيرة جدا اللي جواها حكايات كتير والجواها تفاصيل كتير والجواها ممكن يطلع منها روايات وكلام كتير جدا وقصص نجاح كبيرة جدا الحقيقة ممكن تطلع منها أعتقد أن احنا كمان يعني مهم جدا أن احنا نركز ونوثق المشاريع القومية بطريقة أدبية ثقافية جميلة تكون موثقة وتكون مقدمة بشكل كويس للقارئ طبعا لا هو في حاجات ما هو ده هو ده إشارة لده وإحنا ليه لازم نبص لازم نبص نعمل أعادة تقليم لتاريخنا ما هو المشاريع القومية دي هي فصل جديد في تاريخنا هو ده يعني عنايتنا يعني احنا لوقتي مثلا السنة دي كانت القاهرة بتحتفل بتتوجها عاصمة للثقافة الإسلامية السنة دي وكان فيه احتفاء كبير وأصدرنا طلعنا إصدار تسكاري عن القاهرة وكان فيه وجود كبير جدا للعاصمة الهادرة تمام على الساح هو ده ليه ما هو ده لأن احنا القاهرة بتكتب فصلا جديدا لها وعاصماتنا الإدارية الجديدة اللي احنا بنعملها ما هو ده فصل ما احنا ده هي العاصمة الإدارية هي استكمال القصة بالزبط فأنت إعادة نظرك لتاريخك هو ده الدور اللي انت المفروض تعمله كمثقف تمام عشان خاطر تساعد تساعد الدولة أن هي تكمل حكاية طبعا توثيق الإنجازات توثيق النجاحات توثيق المشاريع النجحة توثيق النجاحات اللي مصر حققتها خلال السبع سنين اللي فاتت اعتقد ان ده كمان دور مهم جدا ان احنا نوسقه بطريقة ايا ما كانت هيئة طريقة وثائقية تاريخية أدبية روائية على حسب طبعا نوع الكاتب أو على حسب مين اللي بيكتب اعتقد انه مهم جدا ان احنا نوسق كل النجاحات اللي انجحناها وكل الإنجازات اللي قدرنا ننجزها في السبع سنين اللي فاتوا لازم ده يتم توثيقه علشان اللي جاي كله يعرفه اللي جاي كله يقرأ بكل بقى أشكال الأدب طبعا انا هقول لحضرتك حاجة الدولة المصرية في خلال التمن سنوات الماضية انا شايف ان الثقافة المصرية يعني اكتسبت مكاسب تمام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت شيء مهم جدا بعيدا بقى عن اي شيء ده كلام الصي ده كلام يحسبن عليه التاريخ الانتاجات الثقافية اللي بتحصل والأحداث والمشاريع اللي كانت متقفية على فكرة احنا البعض الثقافي ده كان مهم جدا على فكرة في خطة الدولة في خلال السنوات الماضية طبعا وظهر في حاجات كتير جدا ظهر حتى في مشروعات قومية مشروع مثلا زي سينما الشعب اللي كان من أهم المشروعات اللي ظهرت في عشرين اتنين وعشرين ماهو ده دليل على ان فكرة الدولة الدولة عايزة ايه من الثقافة في مشاريع كانت وقفة مشروع زيان مدينة ثقافة والفنون مدينة ثقافة والفنون صحيح مدينة ثقافة نجيب محفوظ اللي فضل الدولة المصرية عشر اتنشر سنة كان موجود ما كانتش عارفة تخلصه خلص في خلال تلك السنوات خطط النشر الموجودة اللي بتعملها وزارة الثقافة حاليا أنا هقول لحضريك على حاجة الهيئة العامة لقصور الثقافة تمام وهي مش يعني هي الجهة مش هي الجهة الرسمية الرئيسية في النشر في وزارة الثقافة لكن النشر بتاعة حاجة قصور الثقافة انا يهمني ان انا حي برضو الشعر بصراحة جرج الشكري على المجهود الرهيب اللي عاملين ده ده فيه كتاب مجلد طالع اللي هو مجلدات مساجد مصر اهم من اهم الاصدارات اللي صدرت في الوطن العربي هذا العام يعني ده فعلا الناس كانت بتدور عليه وهو ده ما هو ده بقى دور مصر وعلى فكرة فيه مفاجآت كمان حتى في بعض الاصدارات فيما يخص الانجازات بتاعة الدولة كمان في بوزادي يعني فيه حاجة مفاجآة صادقنا الرئيس تحرير مجلة الهلال الاستاذ خالد ناجح عملها مفاجآة جميلة جدا في بداية هذا العام من مجلة الهلال ودي اعرق المجلات الثقافية المصرية والعربية عمل مفاجآة يعني انا مش مش هنقدر نعلن انا دروقتي بس هتعرفوها في اول السنة يعني عمل اصدار جميل جدا فالدنيا يعني فيه حاجات كتير جاية وعلى فكرة نظرتنا انا زي ما بقول له حضرتك انا شايف انه حتى اختيارات اختيارات الناشرين والزكاء في الاختيارات بتاعة الكتب حتى اللي من تراصنا اللي بنعيد طبعها يعني فيك كتب مثلا صدرة مثلا انه قد زي مثلا جليل البنداري من اهم الكتب اللي موجودة اللي هتبقى موجودة في الكتب الجديدة اللي نزلة ده كتاب صدر من 50 سنة ده هو ده عادة احنا كده بنساعد على استكمال القصة كما يليق بها جميل الحقيقة انه توجه الدولة المصرية في التعليم والتنوير والتثقيف والاهتمام بالثقافة والاهتمام بتقدم الشعوب اذا كان بتنورها او بتعليمها او بتثقفها او بالاهتمام بالقراءة والصناعة بشكل عام اعتقد انه كان واضح جدا في عشرين اتنين وعشرين اشتركوا في القناة